السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة حلوية مايا دائما في اطار الوصفات الرمضانية و نختار عليكم خفزات معمرين بحشوة اقتصادية بعجين سهل بدون دلك و بابسط المكونات كنتمنى لوصفتنا الاعجاب ديلكم و خليكم مع طريقة تحذير عندو بسم الله بالعجين ديالنا غنديروا في اينا ملعقة كبيرة من خميرة الخبز الفورية غندفوا لها جج كيسا من الماء الدافئ غندفوا لها ملعقة صغيرة من الملح غندفوا لها كأسية غورج بنكهة الفانيلا ما يعادل 110 جرام و غنحكوا ملعقة كبيرة من الزاتر بهذا الشكل و غندفواها على المكونات ديالنا غنحركوا جيدا و غندفوا كأس من دقيق الفينو أو السميد النعيم بهذا الشكل و نخلطوهم جيدا حتى ينساجمو لنا غطوا عليها و نتخليوها جانبا و هذا خمسة دقيق حتى تدفع لنا الخميرة مع باقي المكونات و نرجع معكم من بعد ما تفعلوا لنا المكونات ديالنا غنضيفوا ليهم ثلاثة الكيسا من الدقيق الأبيض فارينة و نخلطوهم جيدا مع المكونات حتى نحصلوا على عجين رخم و نجمع العجين ديالي باليد بهذا الشكل و أنا كنضيف الكأس الرابع تدريجيا و نجمع العجين و نجمع العجين و نجمع العجين ديالنا و كون القوام دياله هو هذا و نغطع عليها و نخلوها جانبا حتى يضعف الحجم ديالها و ندوزه بس نحضروا الحشو ديالنا و في مقلات غنوضعوا ربع كأس من الزيت و نضيف لها حبة ديال البصل قطعتها لشكل مربعات و نحركها جيدا حتى يتشحر لنا من بيت متشحنات لنا البصلة غنضيفه إليها صدر الدجاج و غنحركوه جيدا و نضيفه رأس ملعقة كركم ملعقة بابريكا أو الفلفل الأحمر نصف ملعقة إبزار نصف ملعقة ملح و نحركو المكونات جيدا و نجعل صدر الدجاج يطعب بعد ما تشحر لنا صدر الدجاج نضيفه عليه الفلفل في الألوان و نحركوه جيدا و دائما الحشوكة تبقى اختيارية يمكن لكم تدرو غير نوع واحد من الفلفل و نستو عليها و نخليوها طيب من بعد ما مرات 6 دقيق الحشوة ديالنا طعب تبهد الشكل و نضيفه لها الشارية الصينية و وضعناها في الماطي و نحركوها مع باقي المكونات و نضيفه لها الزيت الأخضر و نطفعو على الحشوة ديالنا و نمرو نشكلو العجينة ديالنا من بعد ما مرات لنا العجينة ديالنا و نفرغو منها هذا كله اللي فيها و نوضعوها فوق سطح العمل لها نرشوه بالدقيق العجينة دينا كتكون خفيفة هذا كيساعد لنا الخبيزة دينا يجي وخففه في نفس الوقت الرطبين وبالاستعامة بالضاقيق نشكل العجينة دينا بهذا الشكل ونبدأ ونقطع العجينة دينا على شكل دوائر ونبدأ الكويرة دينا كاملين نأخدو اول كويرة نبصوها شوية باليد على هاد الشكل هكا قبل ما تستعملو تدلك الوسط دي العجين كيكون شوية سميك على الجوانب الجوانب خاصة ميكون ورقاق لانا وغل سقوهم عباديتهم باش ما يجي ناش من دقصين وغل نأخدو الحشوة وغل نضعوها في وسط العجين بهذا الشكل وغل نبدأ ونجيبو هادوك الجوانب بالوسط العجين كيكون رطب كيلتسق على باديتهم بكل سهولة بلما كنحتاجون دوزو في الماء أو شي حاجة فهو كيلتسق بكل سهولة دائما من اللي كنكونو نسدو في الكويرة دينا كنفرغو منها لهو يعني كنسدوها وكننحبسو على العبار ديال هادك الحشوة باش بهاك كاملين كونو ندخلو هالفرن وما ترتقش لينا وكنكراهو نسل عملية تنكملو الكويرة ديالنا كاملين وارجع معاك انوضعوهم في صينية على الفرن ما غدينش نخمروهم يعني مباشر الفرن واندهنوهم بالبيض وارشوهم بالسمسم واندخلوهم الفرن على نار مشاوسطة وكي اخدو من 12 الى 16 دقيقة انا اخدو معايا 12 دقيقة باش يطيبو من الاسفل من بعدها شاعلت ليهم من الاعلى باش هكا تجي فيهم هذك اللهبة ويتحمروا لي وغرشو عليهم السمسيم من بعد ما خرجنا الخبيطة ديالنا من الفرن كيكون هدا هو الشكل النهائي ديالهم كما كتلاحظو كيكونوا رطبين بزاف هنوضعوهم في صحن تقديم وارجع معاكم جيو الصراحة خبيزات اللي رائعين وكيجيو لدد وكيجيو محمرين كما كتلاحظو معايا وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديالهم انتمنى فعلا انكم تجربوا هاد الوصفة ان الحشو ديالنا كتجي رائعة وكيجيو الخبيزات ديالنا زويني بزاف ودائما لانجباتكم الوصفة دياليهم ما تبخلو تليها بلايكاتكم وتعاليقكم وتقاسموها مع معارفكم وأصدقائكم ووصلوا الفيديو لأكبر عدد من لايكات وانضموا القناة اللي تعجبكم المحتوى والوصفات وإلى اللقاء إلى الوصفة